بين الكويت والولاية المتحدة الأمريكية برنامج تأهلي لتوجيه الشباب نحو العمل في القطاع الخاص تقوده وزارة الدولة لشؤون الشباب بمشاركة جهات حكومية وخاصة احنا نبي مواطن يعمل في القطاع الخاص لا دوره ولا وزنه نبي القطاع الخاص يبحث عنهم بدل ما هم يبحثون عنه احنا كأنا اول مرحلة نبادين لنحن ما تمت ما شفنا النتائج لكن بحكم انه اول مرحلة لها اصداء جيدة مع الطلبة اقلب الشباب يخاف يعمل في القطاع الخاص بحكم انه هو يجهل المكان هذا الحكومي اكثر امان بالنسبة له فهو كشخصية يخاف يكون متواجد في القطاع الخاص فيقول اأمن لي ان انا اكون في القطاع الحكومي الموضوع هو تقييم اكتر للي بيقدر يستفيد من المرنامج بشكل جيد بالوقت الحالي والبدو شوية مساعدي او تأهيل اكتر لقدر يستفيد بالمرنامج بمرحلة تانية نحن من موجودين لنقول الشخص فلان نجح والشخص فلان فشل هذا منه موجود كل انسان عنا له حق انه يقدر يفوت بالمرنامج ويقدر يستفيد منه خمسون شابا وشابة ضمن الدفعة الاولى للبرنامج الذي ينقسم لعدة مراحل طبعا في البداية هو مرين احنا في مرحلة اللي هي الاختبار الانجليزي الانجليزي عن طريق الانجليزي هم يعرفون البيسيك اللغة الانجليزية عن الشخص بما ان الموضوع فيه اللي هو السفر حق امريكا ثاني شغلة كانت المقابلات الشخصية بعدها تم ان احنا بلغونا انه تم قبولكم وغيرا من هالامور وخضعنا مدة اسبوعين دورات تدريبية متنوعة ما بين انواع الذكاء والتخطيط التراتيجي والتخطيط الشخصي والابداء وغيرا من هالامور هذي الاشياء اللي تخلي شخصية البني ادم وتكون عندها مثل ما تقول ثقافة او معرفة الجو العام اللي هو الجو التعلم والمتعة والاستفادة من المادة التدريبية كلها ووصل المسج بالنسبة لهم وكانوا حيل متعاونين معانا واحنا عطيناهم حتى تدريبات عميقة حيل في احداث تغيير داخلي فيهم في انهم يكون عندهم ينمون البوتنشل هذا اللي عندهم كسر حواجز المقابلات الشخصية وبناء بيئة الاستقرار الوظيفي وسرعة الاستفادة من ادوات العمل مهارات وخبرات يضيفها البرنامج الى السيرة الذاتية للمتدربين لتلفزيون المجلس احمد الشمري اشتركوا في القناة